موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سأتحدث عن حالات الإخلاء لكن في البداية لا بد أن ننوه أو نفسر معنى الإخلاء عامة أو اصطلاحا الإخلاء هو إفراغ مثلا إفراغ المبنى مثلا من قبل مثلا يعني أي شخص يجي في باله أن الإخلاء هو الدفاع المدني الإخلاء هو إخلاء عقار أو إخلاء مبنى أو مكان معين أما الإخلاء قانونا الذي سوف نتحدث عنه في هذا الموضوع في موضوعنا اليوم الإخلاء قانونا هو إخراج المستأجر من العين المؤجرة لوجود حالة من حالات الإخلاء التي سيتم ذكرها إن شاء الله لاحقا ولابد طبعا بالإشارة بأن لا يعد الجهل بالقانون عذرا في دولة الإمارات العربية المتحدة أي أن كل مقيم في هذه الدولة سواء مواطن أو غير مواطن لا يعتد إذا قال أمام القاضي بأنه يجهل بهذا القانون أي أن يجب أن يكون أي شخص ملم بجميع القوانين الموجودة والحالات الموجودة هي الحالات الشائعة التي سوف أتحدث عنها الحالات التي هي حالات الشائعة الموجودة بإمارة دبي والمنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 2007 وتعديلاته بالقانون رقم 36 لسنة 2008 بشأن العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات بإمارة دبي أولا إذا كان في حال عدم قيام المستأجر بسداد قيمة الإيجار أو جزء من خلال 30 يوما أي أنه يجب على المالك اختار المستأجر عنده تخلف المستأجر عن السداد لمدة 30 يوما عن طريق كاتب العدل أو البريد المسجل هذا أولا ثانيا من الأخطاء الشاعية كذلك إذا قام المستأجر بتأجير العين المؤجرة من الباطن دون أخذ الموافقة الخطية من المالك لابد من وضع خطين أو ثلاث خطوط تحت دون أخذ الموافقة الخطية من المالك أي أنه في بعض الأحيان يقوم المستأجر يقوم المستأجر باستأجار العقار أو الشقة مثلا مثلا نقول لنا مثال شقة يقوم المستأجر بتأجير أهل الغير دون أخذ موافقة خطية من المالك في هذه الحالة يحق للمالك بعد أثبات الحالة عن طريق الجهات المختصة بطلب إخلاءه أو استخدام المستأجر لغرض غير الذي تم الاتفاق عليه في حق الإيجار في هذه الحالة أيضا مثلا قيام المستأجر في العقد الإيجار مثلا كتب بأنه يستأجره لغرض مثلا السكن وبعد ذلك تبين بأنه لغرض تجاري ثالثا من الأخطاء الشاععة كذلك ثالثا إذا استعمل العقار إذا استعمل العقار لأغراض غير مشروعة أو مخالفة لنظام العام كقيامه بلعب القمار جعله لعب القمار مثلا أو لحفظ المخدرات هذه طبعا مجرمة قانونا ومخالفة لنظام العام ولا داب العامة وإذا كان رابعا إذا كان العقار آيلا للسقوط بموجب وجود كتاب من بلدية دبي في هذه الحالة أيضا لحفاظا على سلامة المستأجر يستطيع المالك طلب إخلاء العقار وذلك لهدمه أو إعادة بناءه خامسا إذا رغب المالك باستعادة عقاره لصالحه الشخصي أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى لابد أن ننوه الدرجة الأولى في القانون الإماراتي هم الأم والأب الأم والأب والجد والجدة والزوجة والأبناء هؤلاء هم من الدرجة الأولى بناء على القانون الإماراتي في هذه الحالة لابد أن يخطر المالك الذي يريد استعارة شقةه مثلا أو عقاره لصالحه الشخصي لابد أن يخطره خلال مدة 12 شهر وبعد ذلك يستطيع طلب إخلاء المستأجر وكذلك آخر نقطة سنتكلم عنها في الحالات الشائعة وهي إذا أراد المالك مالك العقار أو مالك الشقة أو مالك المحل مالك العقار بشكل عام بيع العقار في هذه الحالة أيضا كما أفدنا سابقا في النقطة السابقة بأن يجب إختار المستأجر 12 شهر المدة 12 شهر وبعد ذلك يحق له أن يقوم باستعادة أو طلب الأخلاق من المستأجر لكن شريطة أن يثبت مثلا حسن نيته يثبت المالك مجرد ما يثبت حسن نيته للقاضي وأنه يعني يمر في ضائقة مالية ويريد بيع العقار وفي الختام لابد لابد أن ندرك أن المستأجر يكون في حالة كضائقة مثلا يمر في ضائقة مالية و مأمور التنفيذ مثلا قادم إليه بحجة أنه يقوم بإخلاءه لابد أن نتذكر قول رسولنا صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وأيضا لدينا بمركز فضل منازعات الإيجارية قضاء المركز قضاء التنفيذ يقومون بمراعات المستأجر يعطائهم مهلة مثلا أسبوع أسبوعين أو على حسب الحالة الموجودة لكن دون الإخلال بحقوق المؤجر ولا بد أيضا أن يكون مأمور التنفيذ لبق الكلام ويكون فيه حسن الخلق ويعني يكون بحسن خلقه يمتص غضب وضيق المستأجر ومن الحالات اللي موجودة التي تمر على مأمور التنفيذ أولا أحيانا مثلا نحن نقابل أنا كمأمور تنفيذ نقابل أشخاص يعني متعددي الجنسيات متعددي الثقافات متعددي التربية يعني أمور عدة في بعض الأحيان يتم حاولة الاعتداء على مأمور التنفيذ يعني ما يكون ما يكون المستأجر مدرك بأن هذا مأمور التنفيذ مرسل من الجهة المختصة الجهة الرسمية موظف عام مكلف بخدمة عامة يجب احترامه وهو يعني قادم لأجل حكم حكم المحكمة يعني في هذه الحالة يتم حاولة الاعتداء على مأمور التنفيذ و يوجد موقف آخر أيضا سوبر ماركت كان مغلقا منذ سنتين وعندما تم أخلاء المكان فتح الأبواب عندما تم فتح الأبواب تبين وجود عدة فئران في السوبر ماركت لأن السوبر ماركت توجد به مواد غذائية كثيرة ومدة سنتين مغلقة ف في هذه الحالة الحمد لله لدينا لدينا في مركز فضل المنازعات تم توفير كمامات وقفازات طبية لتجنب الأمراض مثلا وتجنب الأضرار التي ممكن تلحق بمأمور التنفيذ ومن الحالات الأخرى أيضا تبين وجود في حالة من الحالات تم فتح باب الشقة تبين وجود طاولة كبيرة خاصة بلعب القمار ففي هذه الحالة تم طبعا بوجود الشرطي بناء على القانون توجد مادة مصوص عليها القانون من قانون الإجراءات المدنية بأن يجب أن يكون برفقة مأمور التنفيذ عند إخلاء أي عقار شرطي ففي هذه الحالة يقوم الشرطي باتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية وآخر حالة عدم تصديق المستأجر بوجود إخلاء في إمارة دبي مثلاً أو في دولة الإمارات بالأخص في إمارة دبي لأن ما شاء الله في إمارة دبي نهتم كثيراً بحقوق الإنسان ونتماشى مع حقوق الإنسان والمنظمان التب دولية الخاصة بحقوق الإنسان فعندما يتم إفهام المستأجر بضرورة وإجباره بالخروج من الشقة يستغرب يقول مثلاً لا هذا مستحيل أنا في دبي يعني كيف سيتم إخراجي طبعاً بعد ما تم إعلانه ولديه علم جميع الأمور تم إعلانه بأن سيتم إخراجك لكن لا يتم التوقع بالوصول إلى هذه الدرجة وفي الختام إن شاء الله أضيف على الختام الذي ذكرته سابقاً بأن يجب أن يكون ضرورة أن يكون أمور التنفيذ لبق الكلام وحسن الخلق وشكراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر